اشتركوا في القناة مع الدرع الذهبي طبعا لكن اليوم راح نصور هالفيديو ونسترجع معاكم الذكريات ونشارككم بداية رحلتنا عبر اليوتيوب وكيف بلشنا وبعض الأشياء اللي صارت معنا والتجارب المرينا فيها كونوا انتو كلكوا بعد رب العالمين جزء لا يتجزأ من مسيرتنا أول إشي كيف بلشنا القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتنا قناة ميكس خليط واليوم أول بلوغ إن شاء الله وهيك كان اسم القناة الأول خليط قبل ما نغيره لعرب في كوكب اليابان بس ما كان هذا الفيديو الأول في القناة هتعلم مع بعض كيفية تزيين الحلويات نقص طرف كيسي النايلون ونحط القمع النجمة زي ما شفتوا أول فيديو بالقناة كان ما إلو دخل بالمحتوى الحالي بس صراحة لأنه أول فكرة خطرت ببالي إني أعمل عنها فيديو كونه كان عندي خلفية عن الموضوع لأنه لما كنا بالأردن كنا فاتحين مشروع للحلويات مع عائلة زوجي وشارككم بعض الصور من شغلي وشوف شو رأي الأولاد فيها ما شاء الله يفلى يا مامي كيف حلو؟ ليش نتويل ذا هيك؟ أنا نأكد ذا هيك خلص إن شاء الله نوح أول ما أقدر وأفضل وكل إشي يكون موجودة عندي بأعمل لك وحدي زيها تماما بس أنا ما بأعمل كثير عشان أنت ما توكل كثير ليش لك الزاكي يا خالي بأسلوم آه هاي زي يا علي آه هدا صلي المخلوع لا يا علي سر وش خربانة آه إلا في الجنة قبل ما فاطمة والأولاد يبلشوا على اليوتيوب كانوا أكثر إشي على الإنستغرام بس أنا كنت نادر ما أطلع معهم كنت أنا كثير أنشر على الإنستغرام أول ما بلشت فكانت أول صديقة إلي هنا باليابان أم أمير بالمغرب وهي صراحة دلتني على أغلب الأشياء هنا في اليابان وكانت شجعني أصورها وأحطها على الإنستغرام وكانت برد تحكي لي الله وتشجع وافتحي قناة يوتيوب سراحة 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 بارتها نصفكي لعباني أعطيها خلال هيا عليها طبعا صفحة كثير كثير شو أفر؟ في صفحة كثير كويس أنه هي صغيرة وهذا يعني لموش كثير 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 سكر مين هاذ؟ أنا لما كنت صغيرة انت عرفها الكذا انت؟ لسه ما عندك ولا أسنان لكن عمرك واحدة في صفحة ملاحظة كثير 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 يعني زي هيك؟ طب في العربي العربي لطيف لطيف؟ أنا لش هيك شعري هيكا لها كنت متحمم وكونا رايحين على صلاة الجمعة أنا شخص زي العريس أنا لسه موش عريس عني كماني لسه لأ انت عريستي هيك كوي هذا آية آية بسرعة عرفتوها؟ آية آية بشبهنا وأنا صغيرة هاي الصورة آية 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 احبك جدا اضرع سوق اريد اجيب هدية للأولاد وصلت على المكان اللي بدية شكلي لقيت المحل خلينا اروح اشوف اخيرا جبت خلينا نحضر كل شيء والنديم صراحة بيت ادور على شيء غريب لانه كيكة تقليدي خلاص فاجئة لماذا كيكة وحدة صغيرة حلوة عشان مليون مشترك واحد اثنان ثلاثة اول اشي هاي خوخ وكرض وكريمة وجلي اتوقع هاي اكيد لازم نطبع الياباني يكون موجود فيها ماتشا اللي هي الشاي الياباني وبرضو كاكاو وكأنه قهوة اما هاي تشيز كيك على شكل لون عجبتني كاميرا بالمرة ما تستعمل حظا اوفر الأدوات اللي استعملنا نبدأ بالتاميرات اول اشي فاطمة كانت تصور ب غالكسي السيدن واحيانا كانت تستعمل هاد سوني اكزد اس وبعدين اشتريت تليفون هاد شاومي بعدين جبنا هاي الكاميرا كالون بس ما استعمل لها كثير صح صراحة ما كان فيه وقت يعني انه هيك بالنسبة الي انا يعني انه ادور على شغلات جديدة وابحبش فيها واشي بتعمل وكيف بتصور وهيك فكنت بعتمد اكثر اشي على التليفون لانه كان سهل باي وقت وباي زمان يعني اصير ادور كيف اصور وكيف امنتج عليه وهيك فما كنت متشجعة كثير لموضوع الكاميرات صراحة بس هو صالح اللي كانت حكي دايما لا يلا نجيب كاميرا ويلا نشتري كاميرا وارب بدنا تصوير احسن واداء احسن واخر تليفون مع فاطمة حاليا مي 10 برو اللي صورنا فيه اغلب الفيديوهات ونستعمل احيانا تليفوني اس 21 سنعود بعد قليل نشكر اكاديمية نور البيان على رعاية هذا الفيديو نور البيان تعلم في اي زمان وفي اي مكان انت ولو كنت في اليابان وباسعار في متناول الجميع ها سداري دون اروقسكي اكا 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 منا دون اروقسكي وعدنا الميتروفونات بلشنا بأشياء بسيطة كي هيك استعملناها كثير اه هاي اول شي استعملها كثير بأول فيديوهات وبعدين جبنا هات عشان يتركب على الكاميرا ونوح عبدوهانا بطلت استعمله بعد ما ادبر وجبنا هذا الميكروفون فاطمة اكتر اي شي تستعمله كوميكا سي بي ام حسنت احسن واحد يعني صوته صراحة بس احيانا لما اسجل فيه الصوت لما احكي الحروف اللي فيها همس بطلع شوية غباش فحكينا نجيب او ندور على ميكروفون ثاني بس قبل نجيب الميكروفون الاخير الحاليا عنا جبنا روت لاني بحت كثير وطلع هذا احسن يشي واخري شي حاليا عنا هايبر اكس سلام بدنا نفتح العب نارية واخري الفيديو شكران من اعمار قلبي وشكرا زالكي الزاكين واذا لسه مش مش تركين واشتركوا بسرعة وصمحتوا مع السلامة